موسيقى أنا قلت نقعد في الفشاوي عشان دي أحسن حتة بحب أجي عقد فيها والله يا مرس يا أخويا قعدتنا احنا الاتنين على البرش كانت من قامت على وقاتي اللي قضيتها في حياتي لا 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 ربنا ما يعود يا شيخ حسن دا كانت بوس احنا جايين نحتفل بخورجكم بالسلامة قفلوا على الموضوع دا بقى جرجس حبيب قلبي ازا هيك يا راجل عامل انت وحشني جدا شوف الموضوع دا شوف دا دا مين دا جرجس مين حضرتك ايه يا جرجس انت مش عايز تكلمني انت بتلف وشك الناحية التانية اما جرجس مين دا مش جرجس قلنا لك ايه يا جرجس ما قالك مش جرجس ازاي بس؟ اما هي كده عايزة تبقى جرجس بالعافية اما هي دا روح رفيها افصال تفضل مع السلامة هو جرجس يلا بقى مش تفضل مش من هنا حاجة عجيبة الناس بقت غريبة واحد من دول يبقى ماشي في الشارع يشوف حد يتهالوا للشمه واحد يعرفه يروح رايح جاري عليه بالحضن والبس وازاي شوقي وازاي خليل وازاي إبراهيم وازاي شوقي السكاري وازاي إبراهيم الفجاري وازاي بدأ طول النهار ما يسيبوش بتحسن كتير أنا حصريت لمرة كنت ماشي بأمان الله لقيت واحد رايح جاي واخدني بالقض عرقان ورحته من نيلة بستين نيلة ازايك وازاي الأخبار وازاي السكاري وازاي بقضو السكاري بتتهمش ليه كان السكاري دا وازاي مش عارف مين وازاي يمي ورحته من نيلة بنيلة يقول له يا عمي مش أنا مش هو اللي انت عايزه بوليس 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 حبيبي بوليس مين أنا مش بوليس أنا مش مقاور كنت غيصي بقول له ازايك أخ بوليس أنا مش بوليس يا حمري الله مش هو الأخ بوليس برضه انا مخصم ما خصمه ليه الظروف بقى أزايك أخ بوليس يا ابني قلتلك أنا مش بوليس الله أنا مش بوليس هو من عفيا أنا مش بوليس مش بوليس هو بوليس وبين التاني جرجس لاعم Amanda لاعم لا تلاتة بالله العليل عظيم أنا ربونه سبحانه وتعالى بحبيني شيخ حسن تعالنى يا شيخ بلال ها بيبي تعالنى في حوضلي يشيخ بلال حبيبي حبيبي يا شيخ حسن ودقي شيخ بلال ما أنا اسم لك كلم bande أراجل ثيب التبالك كلمة وتمشي من غيرها السلام ولا كلام ألاك يا شيخ بلال يا أهلا وسهلا بك أساك ان معمد أهلا يا شيخ بلال والله العظيم يا شيخ حسن من يوم ما سبت الملد وزي ما تقول كده الرزق انقطع منها والناس ماشي على وشوشها كآبة قلت جذوب صيدنا الحسين وانا يا ربنا سبحانه وتعالى من يعطرني فيك يا شيخ حسن وهي بركانة الحسين حاصلة أنا الحاسبة يا شيخ حسن خمس دايق مع الرجل الطيب ده على فين؟ هروح أصور واحد حبيبي ما شوتوش من زمان وحشني يعني يبقى مين الرجل الطيب ده؟ ده أخي وصديقي وحبيبي مرقص عبد الشهيد مرقص؟ أيوه مرقص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا طالين آمين يا سبحان الله شفتي شفتي يا مرسدام شفتي الشيخ حسن كله بركة زي خلنا مرقص المسيح يدخل ما أمشه يا حسين ويقرى فتحة شفتي جماروته شفتي أفوته شفتي أفوته أهي شايف يا عم ويليام؟ شايفين كلكم؟ شايف يا بابا عشان توبة تصدقني؟ عشان توبة تصدقوني كلكم؟ أنا ما بفتريش على حد أهم راحين جايين مع بعض ويقرى تصدقوني كلنا عيب يا هاني لا حدش يقول كلمة عنه أساس حسن وابنه دولناس فهم وستشبهات الراجل اللي اسمه حسن العثار ده يطلع من العمارة يا ويليام ده قص الفساد يا إخوانا أنا مقدرش الراجل ده جميله مغرقاني ترميله عفشه ويطلع من العمارة هو مين ده اللي ترميله عفشه وتترده برا العمارة يا جورج؟ خليك فعالك يا شيك مصطفى أخليني فعال إزاي؟ أنا مش معاكم هنا في الشارع اللي هيعرب من الشيخ حسن هقطع خبره تفاكرين إيه؟ اشتريتونا؟ الشيخ حسن هيفضل في العمارة غزبن عنك وعن نخلي فوقه اتكلم كويس يا عمو مصطفى أخرس ألأ انت لما الكبار يتكلمه لحال تخرس ده راجل مش محترم أنا مش محترم يا سافل إني الأدم؟ لا يا ما يصحش أهمكم؟ أهمكم؟ والتهمكم جايين مع بعض يا إخوانا يعدم التفقيل الشارع مؤلع وهم مخرجين يصاروا مع بعض لم يعجلك ومشي من هدى قداش حسن انت بتكلمني بصرفتك يا جورج أنا متساكن عندك أهد يا جورج ما ما يصح الشباس؟ اطلع الشيخ حسن شايتك والراجل منهم يتعرض لك هو في إيه يا إخوانا؟ إيه اللي حصل؟ ما تسأل بقى أنتك يا عمامو أرقص؟ ما لها بنتي يا هاني؟ ما لها بنتك؟ ترفض ابنك اللي تقدم لها وترى تحب أحد مش لم؟ إيه خلاص إنت تجيب كيرت بنتي يا أنا؟ نجد إيه اللي نجد إيه اللي يا جماعة ما يصحش يا إيه اللي بني يا إيه اللي وحنفضل متشحتتين كده على طول يا بوليس مفيش فايدة يا متلدا بعد اللي حصل ده من الناش عاد هنا احنا نشكر ربنا ان انقذ ابننا من الموت انا للصعبان علي رجل الطيب مرقص زنبه ايه هو ينقذ ابننا واحنا نكون السبب في تشويق سمعت بنته امو مريم حتوحشني قوي انا حباتها زي ما تكون اختش اقتي بالزبط جورج الجوهير جوا ابنه وهم السبب وهم اللي ولع الخناق ونكبروا المشكلة يعني خلاص هنمشوا ونسيبهم من غير حتى منسلم عليهم امو مات هتوحشني قوي والله يا محمود ما شفت جارة زيها ابدا الكل ده بسبق مصطفى السن بتاع السوق الماركت زنبه ايه الشيخ حسن يا زينب راجل فاضل وطاقي عايزين يترضوه من الشقه هو وعيده وكان حيمود ابنه الودي اللي حيرته امو مقام ال cul امو موسي serious هنروح على فيدي يا شيخ حزن والله من أعارف مرز الظاهر إن قدرنا واحد الله وسعى ربنا لا ينسى عبيد وشيخ حزن اشتركوا في القناة ماش هتكلم اللي هو مختار يشوف هنعمل إيه في الوقت هل إحنا فيها دي؟ كلمت يا زينب ما بيردش علي مالك علي أنا بعيش أسعد لحظات حياتي بتعيش أسعد لحظات حياتك إزاي يا علي عشان سيبنا جانت من طوال يامشحات فورغت فورغت عم حاسن كلمت عائل سمسار صحبي شاف شاقة أول دار معرم بيقطن وصالة بألف وخمسمائة جنيه في الشاقة طب وإحنا يا بدا ما نقتلناه شاقة يا عم مرقص يا عم مرقص أعودوا مع بعديكم يومين دول لحادينا ما نشوب لك عاجة تانية ده عنا ما سدهنا أعطرنا على دي يلا بقى ضوء الملوخية بتاعتي ومدام إحنا في اسكندرية أنا عملها لكم الجنبان ملوخية هم مريم علامة مسنجلة لا وإحنا عنسكتلكم انزلوا لهم بالبامية بتاعتنا أمو عماد إيه البامية أهاتي؟ أنا أمي ما بترحمش في البامية ما بتعرفش أبوها لا بقى ما عليش ما فيش داي ملوخية ماما ما قلوا الملوخية دي هي اللي جوزتني أمو مريم أصابوها كان عزيمي علغانة أول ملمسك كده حطيت لقمة كده في الطبق ودقته قلت له الله مين اللي عمل الملوخية قلت له عفقرية دي قال لي بنتي قلت له بنتك خلاص نعمل كبنيوت عمله كبنيوت عمله كبنيوت معني الملوخية يا مليون مش معقول الراجب ده عجيب تشوفه تتحق عن طول بالغير ما يتكلم نجيب الرحالي كان بيكتب له كاتب كبير وعظيم اسمه بديه خاري ده مسيحي